أهلا بكم حلقة جديدة والصفحة الأولى في حلقة اليوم نحلل أهم ما ورد في الصحف العالمية والعربية في هذه الجولة أرحب بضيفي من القهرة الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية الأسبوعية أهلا به وأرحب أيضا بالأستاذ أسعد بشار الكاتب الصحفي اللبناني ضيفنا من بيروت أهلا به في جولتنا اليوم نتابع هارت ستبرز ترقب إسرائيل مع ما يتردد عن قيام مفاوضات إسرائيلية لبنانية مباشرة لترسيم الحدود البحرية بينهما تايمز تحذر من تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على لندن تايمز تكشف عن البعض الاقتصادي للأزمة الخليجية البداية السودانية وفي مقال له نشره منذ قليل عبر صحيفة اندبندن تقال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إن ما يحدث في السودان يخص بالمقام الأول الشعب السوداني الشقيق والذي عليه أن يجد الطريق الذي يوازن به بين حتمية التغيير وتجنب تمص الأمل في مستقبل أفضل ومشاركة شعبية في تحديد المصير وعدم استقرار الدولة وحتى انهيارها وقال فهمي إنه يرى إن أحل الأزمة السودانية هو استمرار أفق الحوار بدعم عربي وإفريقي لتحقيق توافق سوداني سوداني دون إطالة فهذا هو أفضل حل لدولة السودان الشقيق وكذلك لدول العربية والإفريقية بشرق إفريقيا والمناطق المجاورة مجدد التحية بضيفية وأبدأ مع أستاذ محمد أمين ضيفي من القاهرة يعني كيف ترى هذا المصطلح أو عبارة تحقيق الاستقرار في السودان بتوافق سوداني سوداني ودون إطالة أنا أعتقد أنه السيد نبيل فهمي في المصطلح ده بالذات يعني وضح حقيقة ما يحدث على أرض السودان وضرورة أن ينتبه أبناء السودان لنقطة مهمة جدا وهو الحفاظ على الدولة السودانية الجميع لديه مطالب ولكن في النهاية المطالب التي تؤثر على استقرار الدولة على الجميع أن يتنازل عنها على الجميع أن يقدم تنازلات سواء كان المجلس العسكري أو كان القوى التغيير أو المطالبين بتغيير السلطة أيضا عليهم أن يدركوا أن السودان في موقف في وضع يحتاج إلى تقديم مجموعة من التنازلات بهدف دعم استقرار السودان هذا من جانب الجانب الآخر والمهم وهو تأكيد وزير الخارجية الأسبق المصري على النقطة أن يكون هناك حلا سودانيا سودانيا وبالتواجد أو بتواجد عربي لأن التدويل أو محاولة البعض لتدويل القضية أو الأزمة السودانية أعتقد لا يصب في مصلحة الشعب السوداني ولا يصب في مصلحة السودان أيضا ولذلك على الجميع أن يدرك أن الحل الحقيقي في أيدي أبناء الوطن السوداني للحفاظ على مقدراته خاصة أن الفترة الماضية أثرت بشكل كبير جدا على اقتصاد السودان وأثرت بشكل أعتقد البعض بدأ يدركه من التراجع غير المسبوك في اقتصاديات الدولة السودانية أعتقد هذا أيضا بيلقي بعبء كبير جدا على مستقبل من سيتولى مسؤولية السودان في الفترة القادمة لذلك من المهم أن يكون هناك حلا بشكل سريع ومرضي لكافة الأطراف وفي داخل البيت السوداني وليس خارج البيت السوداني وهذا أمر يجب التأكيد عليه على أبناء السودان أن يدركوا أن حل أزمتهم الحقيقية يجب أن يكون بتوافق بين أبناء السودان فقط ربما أو كما ورد أيضا أو الطرح السياسي الذي طرحه وزير الخارجية الأسبق بأنه يكون أيضا إن كان هناك لابد من التدخل أن يكون برعاية عربية إفريقية طيب دعنا نتحول إلى الصحف الإسرائيلية ولها نصيب في جولة اليوم مع صحيفة هارتس العبرية وقالت في عددها الصادر اليوم أن لبنان وإسرائيل بصدد التفاوض لترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية والشمالية البحرية لإسرائيل موضحة أن هناك الكثير من الاستعدادات للبدء في طريق هذه المفاوضات والتي تحظى بثقل إقليمي الآن مع تزامنها مع اشتعال الأزمة بالخليج ضيفي من بيروت أستاذ أسعد بشارة أولا كيف استقبلت الصحف اللبنانية البدء في هذه المفاوضات؟ لقصة المفاوضات أصبح هناك الكثير من العقابات أمام الكلام عن بدء بعملية التفاوض لأن هناك فارق في المطالب بين لبنان وإسرائيل لبنان يطالب تم هناك إجماع على أن يطالب بقضيتين جوهريتين أولا تفاوض مفتوح دون تحديد سقف زمني الأمر الثاني التزامن ما بين التفاوض على ما تبقى من النقاط الخلافات حول النقاط البرية الحدود البرية والتي هي تؤثر في رسم الحدود البحرية التزامن بين الرسم البحري والرسم البري الأجوبة من إسرائيل عبر ساترفيلد لم تكن إيجابية في هذا الموضوع بموضوع السقف الزمني كان هناك مرونة أما بموضوع الربط ما بين التفاوضين يعني أن يكون هناك تحديد للحدود بالتزامن فقد رفضت إسرائيل وباعتقادي أن الساترفيلد الذي كان يفترض أن يعود اليوم إلى بيروت على الأرجح قد أجل زيارته إلى العاصمة اللبنانية هذا يعني أن الجانب الإسرائيلي لمجموعة من الأسباب لم يحتكم إلى هدين المطلبين من هذه الأسباب أن ليس هناك حكومة حكم في إسرائيل يعني هناك حكومة تنتظر إجراء انتخابات وقد وضع الملف بيد وزير الطاقة الإسرائيلية يعني ليس على مستوى عالي جدا إسرائيل تهتم بعملية التفاوض لترسيم الحدود لأنها تريد أن تأخذ ضمانات ببدء التنقيب سواء في البحر ولأنها تريد أيضا أن توحي أن هناك تفاوضا لبنانيا إسرائيليا تريد أن تعطي له معنى سياسي بالتالي لبنان ليس في هذا الوارد التأكيد اللبناني على التراوض بين الترسيمين يعني أن خاصة عند شاطئ النقورة رأس النقورة هذه نقطة مهمة الفرق ليس كبيرا بالخلاف يعني هناك 13 نقطة خلافية على الخط الأزرق لم تحسن بعد من هذه النقاط على البحر مباشرة يعني إذا بتعدت النقطة جنوبا باتجاه إسرائيل لعشرات ربما مائة متر هذا يكفي لتغيير الحدود البحرية يكفي لتغيير الترسيم البحري بما يكفل لإسرائيل أخذ أكبر نسبة من 850 كيلومتر الخلافية في ترسيم الحدود البحرية وهذه 850 كيلومتر تحتها هناك خزانات من الغاز الذي يفترض أن يستخرج طيب مسألة استغلال إيران لهذه المفاوضات من خلال وكيلها في المنطقة حزب الله كيف ترى؟ لا أصبح واضحا أن القرار اللبناني بالتفاوض لا يتم إلا من خلال ضوء أخضر من حزب الله المكلف بالتفاوض ليس رئيس الحكومة أو رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب وأحد أقطاب الثناء الشيعي بالتالي الذي بات من المسلم به أن إيران ترسل رسالة إيجابية لإسرائيل بشكل غير مباشر في ظل الأزمة التي تشدها المنطقة بين إيران ودول الخليج ترسل رسالة اطمئنان عبر ترسيم هذه الحدود بما يعني القول أن العداء الحقيقي هو الآن مع الخليج والسعودية وليس مع إسرائيل رسالة تطمئن نعم لإسرائيل لأن عملية الترسيم البري تعني الاعتراف والتفاوض بشكل يعني بشكل أو من الأشكال صحيح هناك لا ننسى أن بأن الخط الأزرق الذي عليه 13 نقطة خلافية حدودية هناك مزارع شبعة هناك قرية جزء من قرية الغجر وبالتالي البدء بالترسيم يعني الاعتراف بأن الترسيم هو الذي يحكم العلاقة هذه رسالة بالطبع إيجابية من طهران غير مباشرة باتجاه إسرائيل للقول بالتطمين وبأنه لا نية بإشعال الجبهة على الأقل إذا لم تشتعل الحرب في المنطقة نعم طيب إلى صحيفة تايمز البريطانية والتي قالت في افتتاحياتها اليوم إن سياسات البيت الأبيض التجارية تضر بالاقتصاد العالمي وتضر أيضا بمصالح الأمريكيين وقالت الصحيفة إن رئيس ترامب يعتقد أن الحروب التجارية مفيدة وأن الانتصار فيها من السهولة بمكان غير أن هذه رؤية تنافى ولا تتفق مع رؤية الاقتصادية التي تنتهجها بريطانيا والتي تتسم بالهدوء دون الخوض في أي أزمات مع أي طرف استاذ محمد أمين يعني يبدو أن هناك اهتمام كبير من الصحف الإنجليزية بتحليل الأداء الاقتصادي للرئيس الأمريكي وتوضيح أن الأضرار للحروب الاقتصادية لا يقع فقط على الأمريكيين ولكن أيضا يمكن أن يكتوي بنيرانها الأوروبيين كيف ترى ذلك؟ يعني هو ليست الصحف البريطانية أو الصحف الأوروبية فقط هي التي تتحدث عن الاقتصاد الأمريكي أو التأثر الاقتصاد بالسياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب في الفترة الأخيرة خصوصا الحرب التي دارت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وقبلها بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأيضا حالة السجال التي تمت ما بين الولايات المتحدة واليابان أعتقد أن الإدارة الأمريكية في عهد رئيس ترامب لديها مواقف كثيرة جدا بخصوص الأوضاع الاقتصادية وهو يريد أن يجعل حالة من الأزمات الاقتصادية للوصول لبعض الأهداف السياسية هذا الجزء المهم أيضا وهو أن معظم الخبراء والتحليلات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أزمة بيعانيها الاقتصاد الأمريكي في الفترة وجود الرئيس ترامب خصوصا مع التراجع الذي يشهده دخل الفرد وفق الموازنة العامة أو البيانة التي صدرت عن الخزانة العامة للولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك أزمة اقتصادية تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرئيس ترامب أن يصدرها بشكل أو بآخر إلى خارج حدود الدولة الأمريكية ولكن أعتقد أن هذه الأزمة لن تستطيع أن تحدث صدام حقيقي ما بين الولايات المتحدة والدول الأخرى خصوصا أن الولايات المتحدة تراجعت في أزمتها مع الصين وأيضا تراجعت في الأزمة التي كانت مع اليابان وأيضا بدأت عن تبحث عن حلول أخرى مع المكسيك بحجة أصدارة بيان بأن الأزمة كانت بسبب أو فرض الرسوم كان بسبب الهجرة غير الشرعية الآتية من الحدود الجنوبية من المكسيك فإذا كانت المكسيك تريد أن تجد مخرج للإجراءات التعسفية الاقتصادية التي أصدرتها إدارة الرئيس ترامب فعليها أن تواجه الهجرة غير الشرعية الموجودة أعتقد هي تحركات الهدف بها الضغط على بعض القوى الاقتصادية التي الولايات المتحدة تبحث من خلال هذه التحركات عن إبعاد الداخل أو إشغال الداخل داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن الأزمة الاقتصادية التي توجهها الولايات المتحدة هذا العام في 2019 والبعض يتوقع أن تستمر في 2020 أيضا طيب أستاذ أسعد يبدو أن هناك تباين ما بين التأييد الشعبي لسياسات ترامب الاقتصادية والانتقاد الحد لها في بعض الدوائر الصحفية سواء كانت دوائر صحفية عالمية أو حتى دوائر صحفية أمريكية داخلية كيف ترى هذا التباين هذا من الطبيعي لأن المواطن الأمريكي يستفيد من سياسات ترامب الاقتصادية سياسات الحمائية سياسة تخفيض النسب البطالة وهذا أمر له مردود مباشر على الاقتصاد الأمريكي إيجابي على الاقتصاد الأمريكي لكن السؤال الأكبر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب عندما تتبع هذه السياسات الحمائية اقتصاديا هي تضرب روابطها الاقتصادية التاريخية مع الكثير من الدول وتحد من اقتصاد السوق واتفاقية التجارة الحرة وكل ما يؤثر على الدورة الاقتصادية العالمية باعتقادي أن شعار أمريكا أولا الذي رفعه ترامب بدأ مباشرة بتطبيقه أمريكا أولا في الاقتصاد أمريكا أولا في السياسة أمريكا أولا في الاستراتيجي أمريكا أولا في تخفيف الأكلاف الكبرى التي كانت تدفعها أمريكا في تمويل الأمم المتحدة في الكثير من القضايا في العلاقة مع الحلفاء وكلفة حماية الحلفاء أنا أعتقد أنه على المدى القصير والمتوسط فإن ترامب كسب الرهام بالنسبة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي وهذا أمر له ترجمته في الانتخابات الرئاسية هلأ فيما يعني التعاون الاقتصادي ونظرة الكلية إلى حركة الاقتصاد العالمي وتأثير دور أمريكا في هذا الاقتصاد هذا أمر يشترض أن يدرس على المستوى على المدى البعيد وليس الآن لم تظهر نتائجه حتى الآن دعونا نخرج لفاصل قصير بعدها نناقش كيف تؤثر التحركات الإيرانية في الخليج على أسعار النقط أهلا بكم من جديد للصحف الأمريكية نصيب في جولة اليوم مع صحيفة واشنطن بوست والتي أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو يعمل على الهواتف لإقناع الزعمة في أسيا وأوروبا بأن إيران كانت وراء الهجمات المزعومة على ناقلات النفط وأن هذا يعد مشكلة بالنسبة للمجتمع الدولي بأسر وليس فقط للولايات المتحدة وأبلغ بومبيو من تحدث معهم من المسؤولين بأن الولايات المتحدة تملك أدلة دامقة على هذا التورط لإيران لهذه التفجيرات أستاذ محمد أمين هل يمكن القول بالفعل أن الولايات المتحدة تقوم الآن بحملة سياسية ممنهجة لحجد تكتل دولي ضد إيران؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أن المشهد في الخليج العربي وكأنه بيدفع دفع نحو السيناريو الذي طرحه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس ريجن حول الحرب التي سوف تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 99 ولم تدخلها والآن تحاول التحرك فيها في عام 2019 وإن كان في النهاية هذه المعركة ليس الهدف منها هو الوصول إلى صدام مسلح أو معركة مسلحة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل حقيقي لأنه في بداية الحلقة كما ذكرت حضرتك وكما ذكر زميلي العزيز أنه إيران أرسلت رسائل تطمين إلى الحليف الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وهي إسرائيل إذن هو التحرك الهدف منه في الأساس الحصول على مكاسب اقتصادية أكثر منها الصدام العسكري في الخليج العربي خصوصا أن الصدام في الخليج العربي مع وجود إيران سوف تكون هناك خسائر كبيرة للعالم كله وليس له منطقة الخليج فقط لسبب لأن منطقة الخليج بتدخل العالم ما يوازي أكثر من ثلث النفط على مستوى العالم إذن هنا الأزمة لماذا تتجه في هذا الاتجاه أو تتحرك في هذا الاتجاه أعتقد أن الهدف هو زيادة الضغوط على الدول التي دائما ما تتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها وتدخل الولايات المتحدة لحماية الأمن والسلم داخل الخليج العربي وأعتقد أن دي نفقات بتدفع مقابلة لوجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة وهذا أحد الأهداف الرئيسية المهمة الأمر الثاني والمهم عسكريا حتى يعني حسب حتى الرؤية التي طرحت من قبل عسكريا أعتقد أن إيران قادرة على أن تحدث أزمة بالنسبة لي إذا حدث الصدام مسلح في هذه المنطقة وهذا هو الأمر الذي يجعل حديث البعض عن أن الدفع حاليا ممنهج في اتجاه أن يحدث حشد دولي لحدوث صدام مسلح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بدعم دولي مع إيران أعتقد أن هذا الأمر ليس له مكان في الواقع لأن فيه متغيرات كثيرة على أرض الواقع يعني تحول دون حدوث هذا السيناريو حتى وإن كان السيناريو طرح من قبل منوزير الدفاع الأمريكي نعم طيب دعنا نشير إلى ما أشارت إليه الصحف الاقتصادية الدولية اليوم وصحيفة Financial Times والتي قالت إنه رغم الهجمات على النقلات في الخليج واستمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فقد استقر سعر النفط في وضع طبيعي جديد غير أن الصحيفة توقعت ارتفاع أسعار النفط وعدم استقراره خلال الفترة المقبلة حال استمرار هذه الأزمة كما أوضحت الصحيفة أن إيران تسعى إلى الاستقلال الاقتصادي لهذه الأزمة بصورة سلبية لتحقيق خسار اقتصادية لدى دول النفطية لتحصد من ورائها مكاسب سياسية طيب أستاذ أسعد هنا الصحيفة تشير إلى أن قوة إيرانية ترغب في تصعيد هذه الأزمة اقتصاديا لحصد مكاسب سياسية لإيران كيف ترى ذلك؟ ترجمة هذا الكلام هو أن إيران التي دخلت منذ شهر قريبا في عملية منع تصدير النفط هذا الموضوع أصاب الاقتصاد الإيراني أكثر ما هو مصاب وأدى إلى وسيؤدي أيضا إلى إحداث خطر في الداخل الإيراني على النظام لأنه لا يمكن أن تستمر إيران من دون تصدير النفط وتتصدير البتروكيميائيات هذا يعرض النظام للخطر وهذا دفعت إلى خرق خطوط حمراء محددة ما يجري مع إيران هو حرب صامتة يعني الاقتصاد والعقوبات أدت إلى نتائج كبرى أما عفوا نعم تفضل يبدو أننا فقدنا التواصل مع أستاذ أسعد بشارة ضيفنا من بيروت عودة إليك أستاذ محمد أمين هل بالفعل إيران قادرة على حصد مكاسب سياسية من خلال هذا البعض الاقتصادي وهل تستبعد أن يكون هناك أزمة عسكرية أو قضية عسكرية أو مواجهة عسكرية في المنطقة؟ يعني أنا بس أخليني أتوقف عند الخبر اللي جاء في شريط الأخبار أمامنا دلوقتي اللي هو في الخبر العاجل وهو التصريح الإيراني أعتقد أن هذا التصريح من التصريحات المهمة جدا لسبب لأنه يتوافق وكأنه نقل بالضبط من السيناريو أو سيناريو المعركة اللي تم وضعها في سنة 98 وتم نشر شكل هذه المعركة أو شكل هذه المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عام 99 أعتقد الأمر ده بيدعون للتوقف بشكل كبير جدا هو أنه هل ما يتم هو سيناريو تم إعداده من قبل بالتوافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأيضا ما بين وإيران تدرك تماما كيف ستتحرك في هذا الاتجاه وإلى أين ستقف أعتقد أنه توقعات حتى في هذا السيناريو أو منشر وزير الدفاع أنه ترتفع أو تتضاعف أسعار النفط العالمي في هذه الفترة ترتفع الأسعار حتى يحدث ضغط على المجتمع الدولي لمسندة الولايات المتحدة الأمريكية في أن هي تمارس ضغوط على إيران حتى السيناريو نفسه ليست مواجهة شاملة يعني لما وضع السيناريو للمعركة ما بين إيران والولايات المتحدة في هذه الظروف ليس السيناريو لمعركة شاملة كما حدث في العراق وإنما سيناريو يستهدف نقاط محددة تستهدف فيها تقليم أظافر إيران في هذه المنطقة وإن كان حتى تقليم أظافر إيران مع الإدارة الأمريكية الحالية ليس مستحبا لسبب أنها تستطيع أن تستفيد من هذه الفزاعة الإيرانية أو هذا التهديد الإيراني الموجود في الخليق العربي لكي تحصل على مزيد من المكتسبات والأموال والحوافز الاقتصادية أعتقد أن هذا في استراتيجي أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذن المشهد بالكامل أعتقد أنه بيعبر عن جزء من سيناريو سابق الوضع أو سابق التجهيز منذ أكثر من 20 عاما أعتقد هذا الأمر يجعلنا ندقق المشهد بشكل أكثر من ذلك نعم طيب أعود مرة أخرى الأستاذ أسعد بشارة هل تتوقع مواجهة عسكرية وهل أي أن كانت المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها طرف من الأطراف في هذه الأزمة هل هذه المكاسب تتعادل مع خسائر المواجهة العسكرية كما قال الأستاذ من القاهرة يعني كنا كأطراف عدة تستفيد من استمرار هذا الوضع لكن إذا ما اعتقدنا للحظة أن الخيار العسكري غير موجود على الطاولة نكون خارجين عن الواقع نعم الخيار العسكري موجود على الطاولة لكنه آخر الخيارات لأن القراءة الأمريكية وبعض الدول الخليجية أن هذه العقوبات تأتي بنتائج من دون إطلاق رصاصة واحدة أو أي حركة عسكرية لبارجة أو لطائرة وبالتالي اختصارا هنا أقول أن هذه العقوبات هي سبقت في الضغط على إيران ومحاصرة النظام الإيراني الإيرانية رد بتحرشات مدروسة ولكنها خرق للخطوط الحمر هل تستدرج إيران ردا عسكريا أو أنها تستمر بعمليات مدروسة وتحسب النتائج بناء على قراءة بأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تدخل في حرب قبل الانتخابات الرئاسية علينا أن نراقب هذا المشهد بحذر وانتباه أستاذ أسعد بشارة الكاتبة الصحفي ضيفي من بيروت شكرا جزيلا لك وأشكر أيضا ضيفي من القاهرة الأستاذة محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية الأسبوعية شكرا جزيلا لكم وشكرا ونصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى بقى اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم